هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب إنها قناة نجوم العرب بالطبع فلم يكن من السهل ولا اليسير على زوجة الإعلامي الجزائري المتميز جلال شندالي أن تتقبل بسهولة فكرة زواج نجلها عمار الشندالي خاصة وأنه الزواج الثاني بعد زواج أول لم يوفق له النجاح به ويبدو أنها كانت تريد أن يتمهل قليلا من الوقت كي يختار بعناية هذه المرة حتى لا يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها في زواجه الأول خاصة وأن المنشط الإزاعي الشهير عمار الشندالي قد سرح من قبل لإحدى المجلات أن والدته هي الأقرب إليه من والدي وأنه دائما يستشيرها في خطته الإعلامية وفي كل مشاريع ولا يقوم باستشارة والدي وهذا إن دل فإنما يدل على أن زوجة السيد جلال شندالي تمتلك الشخصية القوية جدا لذلك بالطبع كانت تريد أن تختار هي زوجة نجلها عمار ولكن على ما يبدو أن ذلك لم يحدث وأن عمار الشندالي هو من اختار سمي يسماش بعد أن ارتبط معها بقصة حب كبيرة جدا ورومانسية ويبدو أن عدم اختيار زوجة جلال شندالي لعروس نجلها عمار كان سببا رئيسيا ومهما في غيابها مثلا عن ليلة الحنة الخاصة بزوجة نجلها سمي يسماش حيث لاحظ الجمهور والكثيرون عدم زهورها وعلى العكس ظهر الكثيرون حول سمي يسماش في تلك الليلة وفي مقدمتهم والدتها والتي لا تظهر في الأضواء إلا نادرا مثلها مثل زوجة جلال شندالي أيضا كانت هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن العلاقة بين الإعلامية الجزائرية فائقة الجمال والشهرة والرقي الإعلامية سمي يسماش ووالدة زوجها ليست كما يريد ويتمنى الطرفان فبعد زواج الإعلامية سمي يسماش توقع الجمهور أن تكون زوجة جلال شندالي كثيرة الزهور مع نجلها ومع زوجتها خاصة في الكثير من المحافل والمناسبات والتي ينبغي أن تتواجد فيها مثل مناسبة عيد الأم ويبدو أنه عندما تجاهلتها سمي يسماش أولا ولم تقم بالاحتفال معها في ذلك اليوم الاستثنائي حرست أيضا زوجة الإعلامي جلال شندالي هي الأخرى على أن تكون المعاملة بالمثل بل وتكون أكثر قوة نوعا ما في التعامل مع زوجة نجلها حيث حرست هي الأخرى على أن لا تهتم كثيرا بأن تظهر معها ومع نجلها عمار في عيد الفطر المبارك خاصة كي تحاول زوجة جلال شندالي إيصار رسالة بأن تجاهل سمي يسماش لها في مثل تلك المناسبات ليس من قبيل المصادفة وليس أيضا من طرف واحد وهو طرف الإعلامي الجزائري الشهيرة والمتألقة دائما الحسنى سمي يسماش وإنما التجاهل أيضا من طرف زوجة جلال شندالي ومن يدري فقد يكون تجاهل الإعلامية الجزائرية سمي يسماش ما هو إلا رد فعل طبيعي لعدم الاهتمام من والدة نجلها بتهنئتها بأي مناسبة أو بالزهور معها في أي احتفال وهو الأمر الذي فسرته شريحة كبيرة من الجمهور أن سببه أنها ربما لم تختار هي سمي يسماش لنجلها عمار الشندالي كي يتزوجها ولم ترشحها له وإنما عمار الشندالي هو من حرس على اختيار سمي يسماش والارتباط بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر